السلام عليكم طلاب الصف الثاني كيف حالكم؟ اليوم يا ثاني سوف نأخذ درس جديد وهو يامس آخر درس معانا اليوم في مادة التربية الإسلامية وعنوانه الإحسان إلى الجار يامس معانا حديث وهذا الحديث يامس مطلوب منك حفظه يامس وتسمعه خلينا نقرأ يامس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه رح أرد أعيد ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه مثل هذا الحديث يتحدث إذا كان عندنا مثلا جارك فقير أو جارك بحاجة يثاني أنه يحكي لنا الحديث المؤمن يثاني ما يصير هو أنه يشبع بيكون شبعان وفيه إلو جار أو بيعرف حدا جوعان فأنت يثاني نتخيل حانا بس إحنا بالصف أنت معاك مثلا سندويشتك أغراضك مصروفك واشتريت يثاني وكان زميلك اللي بجنبك ما معا مصروف نسي مصروفه لنفرط وما معا إشي يوكله أنا بوكل يا ثاني وبدشر زميلي أنا بعرف طلاب الصف الثاني طلاب الحلوين الله يسعدهم يا رب وإن شاء الله نلتقي عن قريب يا ثاني هم ما بيترك زميله جوعان صح يا ميس بطعم زميله بيقسم له نصف سندويشته أو بيعطيه أشياء معاه بحيث أنه أنا صديقي أو زميني ما يظل جوعان صح يا ثاني إذن مثل حديث حديثنا ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه مثل هذا الحديث بحث أو بيحكي بيتحدث عن الجار يتحدث عن الجار فإحنا يا ثاني رسول صلى الله عليه وسلم حكا أنه لازم نتفقد جيراننا ونطمئن على أحوالهم صح وإطعام فقراءهم ومساعدتهم يعني إذا أنا عندي جار فقير أنا أطمئن عليه ثاني أشوف إيش ومحتاج ماشي يا ميس ممكن إني أنا أقدم له المساعدة وكمان مشيك بس يا ثاني وأنا كمان جيراني لازم أحسن إليهم وأشاركهم بأفراحهم وأحزانهم صح يا ميس طلعوا لي ميس على هاي الصورة هاي الصورة بتمثلي الإحسان إلى الجار عنا رجل طلع يامس معه مونة وإيش قدمها إلى جاره الفقير صح يا ثاني فهذا إيش إحنا هون إحنا عملنا إحنا هون اتفقدنا على جارنا واطمئننا على أحواله صح يا ثاني إذن الإنسان المؤمن يامس ما بيصير يشبع وينام ويترك جاره اللي بجنبه وعارف إنه هو فقير ومحتاج وإنه هو جعان هو وأولاده يا ثاني ماشي يا ميس طيب نفتع على صفحة 62 يا ثاني خلينا نجاوب على الأسئلة ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة يحثنا الحديث الشريف على الاهتمام به على إيش حثنا الحديث الشريف ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه على إيش بحثنا على أقاربي ولا جيراني ولا أصدقائي برافو على جيراني إذن الحديث الشريف يا ثاني بحثنا على الجيران على الاهتمام بالجار وخاصة إذا كان الجار فقير طيب اثنان املأ الفراغ بما يناسبه من الكلمات عنا جائع شايفين الصح الفاضي وعنا يشبع شوفوا كيف عنا الصح الملان يلا نقرأ ليس المؤمن الذي يشبع نحط هون يامس يشبع ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه يامس ماشي يا ثاني إذن معانا الحديث يا ثاني حفظ يامس والرجاء تسميعه يا ثاني إذن ميس إحنا هون هيك من يكون إن شاء الله ختمنا مادة التربية الإسلامية الفصل الأول يا ثاني تم بحمد الله تعالى ماشي يا ثاني ويعطيكم ألف عافية يا ميس ماشي يا ثاني